السلام عليكم يا حبيبتي انا ارضى لكم بقى على الكلمة فيها فكرة مربة بس طعمها طحفة بجد واختراع انا مش اقوى مرة اعملها دي دي ممكن تالس سنة وربع سنة اعملها كنت عمالة من ام وبابا ومام الله رحمهم من اتنين كنت ننبقى ما اعملها لهم كانت مامة انا فتاها في مربة الارنج ومش لاقيها الارنج او مش لاقيها مش عارف ايه طب مانا جربتها مرة فمرة فصراحة جميلة جدا وطعمها حلم اشر للسفان دي ليمون دول مليان يعني اشرته مليانة الاشرس نفسها ضخمة شوية فانت جيبي حويشي اشر للسفان دي عرف التلاجة زي ما انت عايزة حويشي بتاعك كيلو كده اشر كده وقطعي نضافيه وقطعي سلايز رفاة زي ما انتم شايفينه بقطعه ازاي وبالزبط كمان كيلو وربع جزر عشان يصفصف معاك على كيلو اشر يعني كيلو برضو مبشور كامل ومسكي الجزر برضو بشير المبشرة على ناعم كده زي ما انتم شايفينه ببشوره وحط رتنا على بعض وحطي عليهم كباية كيلو سكر كيلو بالزبط سكر على النار كيلو على السكر وانقعيه قبلها بيوم بالليل يعني حطيه على رخامة المطبخ احنا في برضه حطي كيلو سكر عليه واسيبيه وغطي عليه هتقوم الصبح هتلاقي جايب شوية سوص مياه وبساط مش كتير للدرجة اللي بالك فيها يعني اعلق النار عليه وهضيفي كمان كباية سكر يعني انا حطيه كيلو وكباية لان الكمية دي اتنين كيلو طلعه اتنين كيلو على الميزان اتنين كيلو تريبا او اتنين الامتين جرام اشر يعني الحاجات دي كلها طلعه فانا حطيه اطلقهم كيلو سكر لقيت محتاج كمان وحطيه كمان كباية على النار اه حطيه بقى حطيه كباية كيلو كباية سكر على البشر البرتقان وبشر البستفاندي وبشر الجزر تاني يوم علاقت علومة عن النار وطيت علومة النار لما السكر يتفك خالص وبقى عمل صوص مياه شوية برضه لقيت برضه السكر مش مديني كمية المياه اللي انا محتاجها قوي لان الجزر بيحتاج السوى شوية يعني عايز سوى حطيت كباية لربع ماء وغطيت عليها قعدت على النار بتاع نص الساعة بتغلي لما تحسيت ان بقى كلها ومتجنس بها بعضها ما سميش النار تدي فيها لحد ما تتسبك او تغمق لو سبتها على النار زي على اللزوم هتغمق منك انا اول سنة خاطم من اربع سنين سبتها على النار في غمقت فاللاها مش عايزة تغمق فالتعملي ايه تجيب معلقة ملح لمون بعد نص الساعة من السلسوية تقريبا وتلاقي الماية بتاعتها بدأت تشربها وفيه سوس كده بفرق يعني سوس منها عمل بقابية خايفة كده من السكر حطي معلقة ملح لمون وبعدين بقى المكون بقى اللي لازم انت تحطيه عشان تطمني تفضل محتفظة بلونها وطعمها وتحسي بالفاكة اللي انت حطها اللي استفاندي او الجزر او برتقان اي حاجة انت عاملها مربة تحسي بها بطعمها ما تحسي الحاجة مهروسة منك او معجينة هو الجيلي كسين جيلي انا حطى كسين جيلي على الكمية دي جيلي برتقان او جيلي مش مش بس يعني متحطيش مانجة طبعا لا مش مش لا برتقان بتدواب الكسين في كباية مية او نص كباية مية ودواب تنزلهم عليه هياخدوا كمان ع النار كمان نص ساعة كمان يعلى ما يجمع كله يجمع مع بعضه وتلاقي طعمها طحفة وتلاقي طعم الحاجة يعني الحاجة جبينة فيها ريحة مختلفة اللي هيدوها ويدو طعمها قولت ده لارنج ومش لارنج ده مش لارنج يعني انا اللي دقى عندي واللي بعتها له قالي ده لارنج قطولم لا والله ما لارنج ده اشروستفان دي مليانة شوية يعني جمعتها وعملتها مع الجزر لعمل الطعم مربة جميل جدا ومززة جدا لنس اللي بحب المزازة حاجة مززة وطعمها حلو جميل جدا او يعني انا عجبتني جدا يعني طعمها حلو اخر ما تخلصي قبل ما تنتهي منها خالص تجيبي بقى كاما عود قرنفل كانت مواما دايما تقولي حطي القرنفل مع مربة الارنج او اللامتي بتعمليها دي فدايما نحطي القرنفل بحط كاما عود قرنفل كده على الاخر يدي بس نقهة وريحة بس معها وخلاص ويسي بها شوية بقى التالي ده خلص وبتدي عبيها هتلاقى درجة اللون طعم مزازة خرافة اكنك عاملة لارنج ومحدش هيعرفها محدش بجد يعرفها مني اني وصفانتي خالص إلا من انا اللي قلت نعم كل ده قالي ده لارنج وهو مش لارنج بس الجيش قالك تصرف جمع حاجتك وجمع وغير مش لازم ان نقعد على حاجة واحدة شوف الشكل بتاعها عامل ازاي طحفة والطعم احلى بجد والله يا رب جربوها وتقولي رأيكو فيها ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة